بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا مع الشابتر الأول Introduction to Hydraulic Machines وفي هذا الجزء إن شاء الله نقدم comparison between Hydraulic Turbines عايزين نشوف مقارنة بين Hydraulic Turbines والفروق الرئيسية منها زي ما اتفقنا في المحاضرة الماضية ان Hydraulic Turbines تقسم الى Impulse Turbine و Reaction Turbine الفرق الرئيسي والأول بين النوعين علشان نتخيل الموضوع خلينا نبص للصورة دي تمثل بيلتوم تربين وهي أحد أمثلة Impulse Turbine والنوعين دول الميكسد والأكسيال دول يمثله Reaction Turbine هنلاحظ أول فرق إن وجود نوزل في مدخل Impulse Turbine هذا النوزل يحول الكينيتك انرجي يحول البريشار انرجي أو الـ Available Energy of Water into kinetic energy completely into kinetic energy يبقى كل الطاقة اللي دخلة على الريشة بتكون نوعها كينيتك انرجي ولكن في الميكسد والأكسيال بيبقى فيه ريش للتوجيه بتغير جزء فعلا من الطاقة من بريشار انرجي إلى كينيتك انرجي ولكن جزء فقط هو اللي بيتغير أما الجزء الباقي بيظل بريشار انرجي علشان يقدر يسمح للفلو بالمرور خلال الريش يبقى أول فرق والجزء الباقي بيظل في صورة بريشار ده يخلينا نقول ان البريشار في خلال مروره في الامبالس تربين ريمينز كونستانت يظل سابت او بمعنى اخر ان ضغط الدخول بهو هو ضغط الخروج لكن في الرياكشن الدخول له ضغط بيبقى أعلى من ضغط الخروج الفرق التاني The work done is only by changing the kinetic energy of the jet ولكن هنا The work done Partly by change of the velocity head and almost enter By change in the pressure head يبقى الورك اللي احنا بناخده في الرياكشن بيعتمد على الضغط وفرق الضغط بين الدخول والخروج أما في الامبالس بيعتمد على فرق السرعة فقط في الامبالس The flow regulation is possible without losses ممكن يتم تنظيم الفلو مع ضغط مع فقد فيه الطاقة منخفض جدا أو مهمل ولكن في الرياكشن تربين لا يمكن It is not impossible to regulate the flow with out losses وده بسبب وجود فريكشن على أسطح الرياش وأثناء حركتها في رياش التوجيه وخلال الامبيلرز أو الرانرز الرياش الخاصة بنقل الطاقة الامبالس تربين unit is installed above the tail race بيتم تركيب التربينة أعلى من سطح المية اللي بينزل اللي بينزل لها الماء بعد مروره من التربينة أما في الرياكشن تربين ممكن أن اليونت تكون سبمرجت بالكامل في الووتر and below the tail race طبعا بناء على عدم وجود فرق في الضغط في الرياكشن تربين في الامبالس تربين ده هيخلي الكيسنج اللي بيتحط داخلها التربينة has no hydraulic function لأن ما فيش أي تغير في الضغط وبالتالي الفلو بيدخل بالاتموسفيريك بريشر ويخرج بالاتموسفيريك بريشر لكن في الرياكشن تربين وجود فرق في الضغط بين المخرج بين المدخل والمخرج بيخلي أن لازم الكيسنج يكون عندها وظيفة هيدروليكية لتحافظ على هذا الفرق في الضغط بين المدخل والمخرج في الامبالس تربين it is not essential that the wheel should run full and air has free access to the bucket يعني زي نفس الفكرة برضو أن عدم موجود فرق في الضغط يخلي وجود الهوى ومروره على الريشة مالوش أي تأثير ومرور الجت بتاع المية مع الهوى ما فيش أي مشكلة فيه لكن في حالة الرياكشن تربين لازم تكون البسج بتاعت التربينة بالكامل fills with water تكون مليانة بالمية بالكامل وإلا هيحصل ضرب عالي في البرش وهيأثر على أداء التربينة ويمكن يوقفها إذا دخل وحصل وجود للهوى مع الريش ترجمة نانسي قنقر